بين أركان بقايا هذه المدرسة في مدينة كاركوك بمحافظة التأميم تعيش هذه العائلات النازحة من قضاء بيجي في محافظة سلاح الدين الذي طالت دمار نسبة كبيرة من بنيته التحتية ومنازله منذ سنوات بين فقوق التشرد والعوز لكل شيء أيها الأنازحين وقرقنا بالماء وتعالوا شوفونا وينما المسؤول يعني تبهدنا والله ما عدنا كل شيء ما عدنا لو ما آهل كاركوك الله وهل كاركوك والله لكنا وقرجنا بالماء وما عدنا حق شادر ما عدنا يعني لا راتب لا شيء عدنا أطفال ترضى حليب تبهدنا تل العالم نشحد ندق البوب على العالم تبهدنا والله لكنا والله العظيم قرقنا بالماء تعالوا شوفوا المدرسة شان صارت والله ما عدنا كل شيء لو ما العالم تجيبنا أجل لو ما العالم تعشينا والله مبات بالعاشة أما المكان فلا يلبي أدنى متطلبات الحياة الكريمة فالهواء يعصف بأغطية نوافذه البالية والمياه تتساقط من أسقفه وترطب جميع زواياه العفنة أما جدرانه المتصدعة فحدث عن خطورتها بلا حرج صارنا أكثر من أربع سنوات ومنما يعرف حال النازحين يعني مأساة وبال مدرسة ومطار ومتبهدلين ولا وجبة لا نفط طفالنا من الدمراء وشوف هاي المايات وحسا ما معلوم هاي متقع فوقانه شوف عليه شون منتهي حسا متكسر هاي كله ما معلوم هاي متقع فوقانه وتفاقمت ولا تزال معاناة هذه العائلات مع التقصير الحكومي الذي طالت آثاره جميع النازحين المشردين على أراضي العراق نحنا نازحين من بيجي نحنا قاعدين في ساعة تسعين هنا في كركوك واشوف هاي معاناتنا قاعدين في هيكل مدرسة شغل ماكو شغل طلعنا على الشغل هسا رجعنا الدنيا مطارة من المطار سبوع سبوعا ماكو شغل قاعدين في حالتنا لا راتب لا شيء يعني كل شيء ماكو أي دعم مادع يجينا كل شيء مادع يجينا لا من حكومة لا من كل شيء لا من الضمات تجينا لا كل شيء ماكو كل شيء ماكو وتزداد التحديات التي تواجه النازحين في العراق مع بداية فصل الشتاء واستمرار التهميش الحكومي والدولي لمأساتهم فغالبيتهم يسكنون في معسكرات نزوح لا تصلح لحياة البشر ولا تتوفر فيها أبسط الاحتياجات التي تعينهم على تحمل ظروف قاسية يعانون منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر